مآس كثيرة وكبيرة حيكت فصولها في ثنايا ليال طوال داخل غرف مظلمة في فنادق هنا في منطقة جوني شمال بيروت ما حصل أكثر من اتجار في البشر كثيرون أجمعوا على أنها عبودية ذات مظهر جنسي ليس خبرا عاديا أن تكشف قوى الأمن عن شبكة احتجزت 75 فتاة أغلبهن سوريات وأرغمتهن على ممارسة الدعارة على مدار الساعة وعذبنا وأخضعنا لإجهاد عدة مرات ودمرت حياتهن يعني ابنت مثلا ما ردي تعمل شيء يعني مثل ما ردي هو يصلبه عوقات هنا في بنات كانوا أقدم مني كان واحد يقاطع له لسانة فضائع ترويها الناجيات عن استدراجهن من سوريا وإهامهن بعمل لائق وعن الجلاد الذي كان يتولى الاقتصاص ممن تتخلف عن تلبية رغبات الزبائن أو تتململ أما قوى الأمن فتقول إنها علمت بأمر الشبكة التي وصفتها بالأخطر في مجال الإتجار في البشر بعد هرب أربع فتيات ولجوئهن إلى مركز للأمن أوقف وسطان سوريان وحارسات وحراس لبنانيون وسوريون والبحث جار عن شخصين هاربين سوري ولبناني هما بمثابة الرأس المدبر عملية نوعية إنسانية أدفت لإنقاذ 75 ضحية كانت عم تعيش حياة استرقاق حياة عبودية حائية تعمل الدولة اللبنانية إذن على غسل لطخة العار هذه عن جبين ما يسمى بلد الحريات لكن بعض الأطراف تتهمها بالمشاركة في الجرم عن غير قصد إذ كانت قد أعادت فتيات إلى مشغيلهن بعدما هربن منهم وتعاملت معهن كمجرمات لا كضحايا أضف إلى ذلك معلومات عن غطاء سياسي حمى ويحمي ضالعين في قضايا من هذا القبيل وهو ما يظهر هشاشة المؤسسات ومدى تفشي الفساد متمثلا في النفايات مرورا بالإنترنت غير القانوني ووصولا إلى الاتجار بالبشر والدعارة كما أن ما حصل يضل على عنصرية في معاملة اللاجئات السوريات والعمالة الوافدة بشكل عام على أي حال فإن الفتيات المحررات من الشبكة الفضيحة هن اليوم في عهدة جمعيات تعالجهن وتساعدهن على تخطي المأساة لكن ثم تضرورة وفق ما تقول الجمعيات ذات العلاقة للتشدد في تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاتجار في البشر بما في ذلك مساعدة الضحايا وأنشاء صندوق لهن والأهم أن تبلغ التحقيقات والمحاكمات نهايات مطمئنة ترجمة نانسي قنقر